بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا طلاب صف الثالث الإعدادي بدرس جديد من كتاب النشاط الوحدة الأولى درس العاشر صفحة 24 إن شاء الله رح نحل بتمرين أي طبعا بتمرين أي هنا نطينا طبعا مجموعة من الكلمات يطلب من عندي أنطي كلمات تنطي نفس المعنى أو نسميها المرادفات فصيغة السؤال يقول لي find words or phrases يعني تجد كلمات أو عبارات in the text يعني بكتاب الطالب كتاب الملون on the page 13 صفحة 13 on the student's book بكتاب الطالب that's have the similar meaning اللي إلها نفس المعنى of these word of phrases لهذه الكلمات فراح نجي ننطي كلمات مشابهة بالمعنى أو مرادف لنفس هذه الكلمات بالاعتماد على صفحة 13 طبعا نطلعها من كتاب الطالب رح نلقى كلمات تشبه هذه الكلمات كلمة الأولى عندي كلمات pushing pushing يعني دفع راح ننطيها كلمة أخرى اللي هي كلمة shaking shaking يعني اهتزاز تمام؟ shaking اهتزاز كلمة الثالثة اللي هي without success without success يعني بدون نجاح بدون نجاح المراد في مالتها هي to know veil to know veil يعني بدون جدوة to know veil يعني بدون جدوة كلمة الرابعة اللي هي كلمة faint يعني يغمى عليه معناتها loss loss يعني يفقد consciousness اللي هو الوعي يعني يفقد الوعي أصير لوس consciousness عندنا الكلمة الخامسة اللي هو dropping dropping يعني أسقاط water ماء أو milk أتسترا إلى آخر عملية أسقاط هذه الأشياء شنسميها نسميها spelling 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 هميا إراقة أو أسقاط وعدنا الكلمة الأخرى اللي هي كلمة the police fire شرطة fire department يعني قسم الأطفاء ambulance ambulance يعني شنو الإسعاف كل هذو على شنسميهم أو انضموا تحت قسم نسميهم the emergency the emergency services services يعني خدمة الطوارئ اللي هي ضم الضم زين عدنا المساعد الطبي not doctor not doctor or nurse اللي هما مو الأطباء ولا الممرضين شنسميهم لولا نسميهم paramedics paramedics يعني مسعفون paramedics تمام وعدنا آخر شي walk up يعني استيقظ معناة لا استيقظ فهو regained يعني شنو يعني استعاد قانسيشنس